اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لإمامنا المجتبى أبي محمد الحسن في ليلة ميلاده العاطرة صلوات 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 عليك يبنى الزهرة الزاهرة ورحمة الله وبركاته وسلام يتواصل دائما دائبا على بقية الله الأعظم إمام زماننا الحجة بن الحسن بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين السلام عليكم للباطل جولة وأية جولة وللحق دولة ولدولة الحق صولات وصولات وصولات وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثلي بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجعي البتري إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية الحلقة الرابعة والتسعون بعد الثلاثمائة من برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة إمام زماني كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم من بعد إذ مجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وَأَنتَ خَيْرُ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الشذوذ الجنسي الظاهرة واضحة في المذاهب الدينية العباسية المذهب الطوسي مثالا هذا هو عنواننا الكبير أما صغير المذهب الطوسي وظاهرة الشذوذ الجنسي وهذا هو الجزء التاسع تحت نفس هذا العنوان كان الكلام في عدة مستويات إنها مستويات الشذوذ الجنسي التي تظهر واضحة في أحناء وأنحاء المذهب الطوسي العباسي القذر المستوى الأول إنه المستوى العقائدي الفكري نظرياً وعملياً المستوى الثاني إنه المستوى الفتوائي المرجعي نظرياً وعملياً المستوى الثالث المستوى الثقافي الوجداني عبر الأدب والفن المستوى الرابع والذي بدأت الحديث عنه في الحلقة الماضية وهذا هو القسم الثاني المستوى الرابع المستوى الواقعي العملي في أجواء المؤسسة الدينية الطوسية من الكبار إلى الصغار في داخل المؤسسة نفسها لأننا حين ننتقل إلى المستوى الخامس سأحدثكم عن البعد المجتمعي عن الواقع الاجتماعي الذي يحيط بالمؤسسة الطوسية نحن ابتدأنا من المستوى العقائدي وانتقلنا إلى المستوى الفتوائي المرجعي ثم انتقلنا إلى المستوى الثقافي الوجداني حتى وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى المستوى الرابع وهو المستوى الواقعي العملي في داخل المؤسسة نفسها أما المستوى الخامس فهو في البعد المجتمعي لهذه المؤسسة في أتباعي هذه المؤسسة في المجتمع الذي يحيط بها نترك الحديث عن المستوى الخامس لوقته لازال حديثي في المستوى الرابع وهو المستوى الواقعي العملي في داخل المؤسسة نفسها من الكبار إلى الصغار وقلت لكم بما أن المستويات المتقدمة التي تحدثت عنها في الحلقات الماضية المستوى الأول المستوى الثاني المستوى الثالث قد تكون نظرية قطعاً لا يمكننا أن ننفي الجانب العملية في كل المستويات المتقدمة لكنني أقول قد تكون نظرية في حق البعض وقد تكون عملية في حق مجموعة أخرى وقد تكون نظرية وعملية في حق مجموعة ثالثة كلامنا في المستوى الرابع وهو المستوى الواقعي العملي وقد بيّنت لكم من أن مستوى بهذه الخصوصية إذا أردنا أن نتحدث عنه لابد أن نتحدث بلسان الشهادات لابد من شهود يحدثوننا عن هذا الواقع العملي من داخل المؤسسة من أجوائها القريبة وليس من خارج المؤسسة بدأت معكم في الحلقة الماضية بالشاهد الأول محمد مهد الجواهري إنه الشاعر المعروف وقد ذكرت لكم شهادته عبر القصيدة التي قرأت ما قرأت منها وشفعت شهادته بما بما قاله الوائل شعراً في قصيدته شباش العباس وما قاله من قبله الخطيب النجفي المعروف صالح الحل في في فيما قاله من شعر في كاظم اليزدي المرجع المعروف صاحب العروة الوثقة مر الكلام علينا وانتقلت بكم إلى الشاهد الثاني عبد الحسين عبد الحسين أبو شبع الجواهري هو شاعر القريض الأول في النجف بل في العراق عبد الحسين أبو شبع هو الشاعر الأول في النجف في أجواء المواكب الحسينية وهذا أمر لا يخفى على النجفيين بشكل خاص وعلى شيعة العراق بشكل عام وذكرت لكم شهادته أيضا في قصيدته التي أولها يا آية الله شلون آية إذن تم الكلام في شهادة شاهدين وشهد شاهد من أهلها هؤلاء من أهل المؤسسة الدينية ومن رموز المذهب الطوسي إنهم نجفيون إنهم الشعراء المعروفون إلى بقية التفاصيل التي تمت الإشارة إليها في الحلقة الماضية سأنتقل بكم إلى شاهد ثالث الشاهد الثالث نجفيون وخوئيون وابن المرجعية وحوزويون معممون إنه عباس الخوئي ابن المرجع الخوئي ابن السيد الخوئي يدلي بشهادته بيننا عبر هذا البرنامج يحدثنا في هذا الفيديو الذي لم أسجله أهنا ولا علاقة لي به هذا الفيديو منشور على الإنترنت ومشهور مشهور جدا إنها عملية نقل من الإنترنت إلى شاشة تلفزيون القمر سنتدرج مع عباس الخوئي في هذا الفيديو يحدثنا عن داخل بيت الخوئي ومن جملة ما ستسمعون فإنه سيحدثنا عن أن الإمام الخوئي كان قد تزوج سرا تزوج زواجا سريا وهذا الأمر يفعله مراجعنا العظام دامت ظلالهم الوارفة على رؤوسنا نشاهد ونستمع ونستمع يعني هذا الكتاب هو يدل على أنه ذو العملاء وربما يكون لهم الحق مجيد أو تقى يكونون عملاء وأمثالهم محرومين أمهم الزوجة بسرا نعم ماديا محرومين فرق شاسع بين عمر أمهم وبين عمر أبوي يعني قلت لك أبوي بس فقه وصول ما يدري أنه هاي المرة إذا تركت ما منتبهش يصير فيها يجوز لا سبح الله وأنا ما أحكي عليها شي بس أقول أنه صدر منها بعض القضايا التي كشفت وصفرها وصفرها بال1963 64 إلى إيران طردها إلى الأبد هي وأولادها طردوا وإجاد ظروف ورجعوا وصار كل شي بيدهم يتعاملون مع صدام يتعاملون مع الإنجليز مع أمريكان قد يقول قائل من أن هذا الرجل فاسق وأنا أقول بهذا عباس الخوئي لم يكن متدينا في يوم من الأيام وتعريقه معروف في الوسط النجفي عموما وفي الوسط الحوزوي في النجف لكن الرجل لا يكذب في حديثه إنه يتحدث بأمور معروفة هذه الأمور يعرفها كثيرون أعرفها أنا ويعرفها غيري وأنا جئت به كي يكون شاهداً على أشذوذ الجنسي في واقع حوزة النجف وهو من أهل الخبرة من أهل الخبرة في هذا الباب سمعت من بعض المطالعين والعارفين بالأمور بأمور المعممين في الكويت في السبعينات عباس الخوئي رفعت عليه شكوى إلى مخافر الشرطة في أمر يرتبط بهذه الموضوعات التي نتحدث عنها واستدعته الشرطة فلما بدأ الضابط الكويتي يحقق معه وسأله عن اسمه قال أكتب أنا السيد عباس ابن آية الله العظمى زعيم الحوزة العلمية في النجف الإمام الخوئي الضابط الكويتي لما سمع بهذا وضع قلمه على المكتب على الطاولة وعوقف التحقيق واتصل بالسلطة التي هي أعلى منه فقالوا له انتظر وبعد ذلك دق جرس التليفون كي يقول له هذا الملف أغلقه وعباس الخوئي يطرد من الكويت ويمنع من الدخول إلى الكويت ومنعه منذ السبعينات من الدخول إلى الكويت لا أدري بعد ذلك هل رفع هذا المنع أو لا ولكن لمدة زمانية طويلة منع عباس الخوئي من الدخول إلى الكويت بسبب تلك الواقعة هالشكل قالوا له قالوا له خلصنا من هذه المشكلة هل سيقولون أحنا لفقنا لهذه التهمة وندخل بقضية شيعة و سنة وطردو خلي ولي طلعوا من الكويت ومنعوا من دخول الكويت عباس الخوئي لا أريد أن أحدثكم عنه لأن البرنامج ليس منعقدا للحديث عن عباس الخوئي أنا أعرفه جيدا أعرف تأريخه ضربت لكم هذه الحكاية مثالا وإنما ذكرتها لأنني أعلم أن كثيرين في الكويت من المطلعين على الواقع الديني يعرفون هذه الحادثة ويعرفون هذه الواقع لكنني هنا لست في محاكمة لعباس الخوئي إنما أستشهد بحديثه لأنه جزء من هذه المؤسسة ومن هذه المرجعية هو ابن الخوئي هو ابن الخوئي مرجعكم الأعلى الذي نصبه لكم هو ابن الخوئي أيضا محمد تقي الخوئي السستاني من الذي جعله مرجعا محمد تقي الخوئي هو الذي نصبه وجعله مرجعا وهذا الموضوع حكايته ذكرتها بالتفصيل وبالأدلة والوثائق في برامج سابقة نذهب إلى الفيديو الثاني حيث يتحدث عباس الخوئي عن أسرته وعن الذين يحيطون بأسرته بشكل عام ويشير إلى عمه إلى عمه إلى شقيق أبيه الذي صار قسا مسيحيا وهو قد قد كان معروفا في لبنان توفي الآن وقد دفنوه سرا بتوسط محمد حسين فضل الله دفنوه سرا في مقبرة السيدة زينب دفعت أموال وعلاقات وجلبوا الجنازة إلى دمشق بسعي حثيث من قبل محمد حسين فضل الله في ذلك الوقت على أي حال نحن سنشاهد ونستمع إلى الذي يقوله عباس الخوئي فالمقلدون اليوم ما يدرون أن السيستان يدري أو ما يدري هم مسيرون يلعبون بأفكارهم يصدرون فتاوي ما نزل الله بأم السلطان ينهبون الأموال أصابة تتكون من الخمسين واحد اليوم يرأسها ماذا يهو الرئيس الأكبر هل هو سيد محمد رضي أسيستاني أم سيد جواد الشهرستاني يا أخي عصابات أي أسه ما لنشغل عمي رح صار نصراني وأخوة سيد جعفر رح صار نصراني وابن عمي يشتغل بالملهة وبتعمي تشرب ويسكي رفت هذا ما لنشغل بها أخوة ما أحكيت على أخرين دا أحكي على قرائبي ها أي هو عم الأخ بالزوج وحده بالزوجة بالتسمة أي عباس الخوئي حدثنا عن دواخل البيت الخوئي وحدثنا عن أسرته الأكبر وعن الذين يرتبطون بهذه المرجعية إنها المرجعية إنها المرجعية الأكبر مرجعية الخوئي أنا لا أريد أن ألقي باللوم على أحد هنا إنما عرضت ما عرضت بين أيديكم كي تعرفوا الأجواء التي هي في كواليس النجف قلت لكم من أن المشكلة في الكواليس في كواليس المسرح الذي يعرض على خشبة المسرح لا تبدو فيه مشكلة مشكلتنا مع مراجع النجف وحكايتنا معهم بالضبط كالجمهور الذي يدفع المال ويأتي بحماس لمشاهدة مسرحية كوميدية الممثلون يمثلون بنحو كوميدي ساخر كي يضحك الجمهور لكي يدفع أموالاً لمشاهدة المسرحية فتأخذ الأموال من الجمهور ويأخذ الوقت منهم وحينما تنتهي المسرحية يقنع الجمهور نفسه بأنه كان في حاجة ضرورية لمشاهدة هذه المسرحية وربما ضيع أمراً مهماً في هذا الوقت لكنه يقول كل واحد منهم بأن الإنسان بحاجة إلى أن يضحك وأن يشاهد المشاهدة الكوميدية قد يكون هناك من الصدق في هذا الكلام ما يمكن أن يعتمد عليه لكن القضية ليست مطلقتان وأنا لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل إلا أن الجمهور لا يعلم ماذا يجري في الكواليس نحن كذلك يعرض لنا على خشبة مسرح المرجعية عمائم لحى طويلة وقداسة مزيفة نحن لا نعلم أنها مزيفة الجمهور لا يعلم أنها مزيفة إلى غير ذلك من الأفلام والمسرحيات والتمثيليات التي يؤديها أصحاب العمائم على خشبة المسرح والكواليس هي الكواليس الطامة الكبرى هناك عباس الخوئي يحدثنا عن شيء يسير مما يجري في تلك الكواليس مع الفيديو الثالث إذا واحد هو مثلا مو بعيدا واحد إذا أهم الأولاد يلاطبهم أو يصير بهم يمشي بدون ذكر الأسباب هذا يلاطبه بعدين يصير لي مرجع أو متمرجع فهمه يتصدر رسالة يصدر أحكام وفتاوى يشتغل مع صدام يشتغل مع الشاء يشتغل مع الإنجليز رجاءا أعيدوا بث الفيديو وكي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من المعلومة التي أدلى بها عباس الخوئي في شهادته هذا إذا واحد هو مثلا مو بعيدا واحد إذا أهم الأولاد يلاطبهم أو يصير بهم يمشي بدون ذكر الأسباب هذا يلاطبه بعدين يصير لي مرجع أو متمرجع يصدر رسالة يصدر أحكام وفتاوى يشتغل مع صدام يشتغل مع الشاء يشتغل مع الإنجليز عليكم أن ترابطوا بين المعطيات التي قدمتها لكم في المستوى الأول في المستوى الثاني في المستوى الثالث وفي المستوى الرابع وسيأتينا المستوى الخامس عليكم أن تجمعوا بين هذه المعطيات لأن المعطيات هذه تشكل لوحة واحدة التفاصيل فيها مترابطة ابتداء من المستوى الأول ووصولا إلى المستوى الخامس أنتقل بكم إلى الشاهد الرابع شاهدنا الأول محمد مهدي الجواهري شاهدنا الثاني عبد الحسين أبو شبع شاهدنا الثالث عباس الخوئي من النجف كلهم من النجف ومن أجواء المؤسسة الدينية ومن أجواء المرجعية وما قاربها وجاورها إلى الشاهد الرابع وهو شاهد مهم جدا وشهادته خطيرة لأنها ترتبط بالمرجعية المعاصرة الشاهد الرابع حسن الكشميري السيد حسن الكشميري الخطيب الحسيني المعروف وهو أخ لمرتضى الكشميري صهري السيستاني وأمير الشيعة في الغرب نصبه السيستاني أميراً على الشيعة في الغرب إنه وكيله العام والمطلق في الغرب لن أقول شيئاً عنه وإنما أترك الحديثة للحقائق والوثائق والوقائع الصادقة رجاء اعرضوا لنا صورة حسن الكشميري هذا هو حسن الكشميري شاهدنا الرابع الصورة الثانية للسيد حسن الكشميري من صورة السيد حسن الكشميري إلى صورة ثالثة لكتاب من كتبه إنه الجزء الثالث من كتابه مع الصادقين رجاء اعرضوا لنا صورة الكتاب هذا هو الجزء الثالث من كتاب مع الصادقين ماذا سأنقل لكم من هذا الكتاب سأعرض لكم الوثائق التي توثق شخصية حسن الكشميري بحسب الموازين الحوزوية وبحسب الموازين المرجعية في آخر الكتاب وهذه الطبعة الأولى ألفين وسبعة ميلادي منشورات ناظرين قموا المقدسة إذا ما ذهبت بكم إلى صفحة أربعمية واثنين حسن الكشميري يلحق بكتابه هذا مجموعة من الوثائق المهمة وهي الوكالات الشرعية التي منحه إياها مراجع الشيعة كبار مراجع الشيعة الوكالة الأولى من المرجع القلبايقاني رجاء أن اعرضوها لنا هذه وكالة القلبايقاني الشرعية لحسن الكشميري الوكالة الثانية من المرجع المعروف محمد محمد علي العراكي أعرضوها لنا هذه الوكالة الثانية من محمد علي العراكي الذي صار مرجعاً معروفاً في إيران بعد وفاة روح الله الخميني الوكالة الثالثة من علي البهشتي علي البهشتي من تلامذة الخوئي ومم من تصدى للمرجعية في أواخر أيام حياته بعد وفاة الخوئي في النجف هذه وكالة شرعية من علي البهشتي لحسن الكشميري الوكالة الرابعة من المرجع الشيرازي محمد الشيرازي الوكالة الخامسة من المرجع الغروي الميرزى علي الغروي الوكالة السادسة من المرجع السبزواري عبد الأعلى السبزواري الوكالة السابعة من المرجع مهدي أخوان المرعشي والتي بعدها من علي الخامنئي إنه قائد الجمهورية الإسلامية في إيران والتي بعدها من المرجع محمد تقي بهجة والتي بعدها من المرجع اللنكراني من مراجع قم اللنكراني اللنكراني هو محمد فاضل اللنكراني والتي بعدها من المرجع القرغاني محمد علي العلوي القرغاني والتي بعدها من المرجع محمد مفت الشيعة محمد مفت الشيعة والتي بعدها من المرجع ناصر مكارم الشيرازي والتي بعدها من المرجع الميرز جواد التبريزي وآخر وكالة جاءت معروضة في الكتاب من المرجع أحسين المنتظري أخمسطعش وكان أنتم بحسب علم رجالكم النجاشي شخص واحد إذا وثق شخصا تعملون بتوثيقه مع أنكم لا تملكون طريقا إلى النجاش كي تتأكدوا من أن النجاش وثقه أم لم يوثقه ولا نملك النسخة الخطية الأصلية من كتاب النجاشي ولا نملك نسخة موثوقة نقلت عن النسخة الخطية ونسخ الكتاب التي بين أيدينا متناقضة ومختلفة الشخص نفسه في نسخة يوثق وفي نسخة أخرى لا يوثق مع أن الكتابة تعرض للتحريف والتزوير لا أريد أن أقف عند هذه النقطة ولكن حتى لو تنازلنا عن كل هذا وقبلنا بالموجود في هذه النسخ المزورة والمتناقضة فإن النجاشية لا يذكر سندا لتوثيقاته وهذه هي المهزلة فيأخذون قول النجاشي ويدمرون أحاديث أهل البيت المسندة بكلام ليس مسندا يطالبوننا أن تكون أحاديث أهل البيت مسندة لكنهم يحكمون على تلك الأحاديث بأقوال ليست مسندة لأن النجاشية في كتابه المحرف والمزور هذا لم يذكر أساند توثيقاته أو أساند جرحه للشخصيات لا شأن لنا بالنجاشي وليذهب إلى الجحيم برجاله وإن كان الرجل لم يؤلف كتابا في الرجال افترى عليه العلامة الحل وابن داود الحل هذان الذان زورا اسم كتابه كتابه فهرست في ذكر المؤلفين وكتبهم العلامة الحل وابن داود الحل هما الذان زورا اسم هذا الكتاب فصار الكتاب معروفا بيننا الآن رجال النجاشي وهو فهرست النجاشي وفارق كبير بين خبرة رجل في الفهرس وخبرة رجل في الرجال هذا بالضبط ككتاب في الطبخ ويكتب عليه من أنه كتاب متخصص في الفلسفة كتاب في الفهرس شيء وكتاب في الرجال شيء آخر هذه مهزلة المذهب الطوسي القذر مهزلة موجودة على طول الخط لا شأن لنا بهذا الموضوع لقد بحثته بالتفصيل وبالوثائق والحقائق والدقائق وبنحو قطعي في برامج السابقة يمكنكم أن تعودوا إليها كي تطلعوا على تلك التفاصيل بكل كواليسها فهذا الرجل حسن الكشميري هؤلاء هم الذين يوثقونه من مراجعكم فهل تقدحون فيه رجاليا بعد ذلك هل تستطيعون أن تفعلوا هذا أم أن الأمر عبثي إذا كان عباس الخوء فاسقا وأنا أقر بهذا لكن الرجل نقل الكلام الصحيح والقرآن قال لنا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فحينما تبيننا كلام عباس الخوء مع الأدلة والبراهين التي مرت في الحلقات المتقدمة ومع الوقائع التي أعرضها الآن وسأعرضها في الحلقات القادمة ثبت أن عباس الخوء لا يقول إلا صدقا هذه موازين التحقيق وموازين التدقيق نذهب إلى فاصل يا غافر الخطايا يا كاشف البلايا يا منتعر جايا يا مجزل العطايا يا ماهب الهدايا يا رازق المرايا يا قاضي المنايا يا سامع الشكايا يا بعث البرايا يا مطلق الأسارة سبحانك يا الله اللوح يا حمد و الثنا يا در احمد و الثنا يا در فخر و البهار يا در مجد و الثنا يا در عهد و بفاق يا ذل عفو و الرضاق يا ذل منه و العطاق يا ذل فصل و القضاق يا ذل عزه و البقاق يا ذل جود و السخاق يا ذل آلاء و النعم سبحانك يا هذا آخر كتاب كتبه حسن الكشميري ألف أربعمية وثلاثة وأربعين بحسب ما جاء في تاريخ هذا الكتاب الأول منذ الحج ألف أربعمية و ثلاثة وأربعين هجري قمري هذا الكتاب عنوانه من داخل المدار رجاء أن اعرضوا لنا صورة هذا الكتاب هذا هو الكتاب الذي أقصده وهذه الطبعة الثانية بين يدي من كتاب من داخل المدار للسيد محمد حسن الرضوي الكشميري و مثل ما قلت لكم هو أخ لمرتضى الكشميري الذي هو صهر السيستاني والذي نصبه أميرا على الشيعة في عالم الغرب ماذا كتب حسن الكشميري في صفحة مية وخمسة وثلاثة كلام خطير خطير جدا صفحة مية وخمسة وثلاثة تحت هذا العنوان كن صهرا وإن كنت عهرا هو يقصد وإن كنت عاهرا لكن من جهة البلاغة إذا كان حسن الكشميري ملتفتا إلى التعبير وليس ناظرا إلى السجع فإن الوصف بالعهر أبلغ من الوصف بالعاهر وربما يقصد هذا وربما كتبه مراعاة للسجع كن صهرا وإن كنت عهرا وهو يصف بهذا أخاه مرتضى الكشميري لأنه يتحدث عن أخيه في هذه السطور سأقرأ عليكم هذه شهادة من حسن الكشميري في حق مرتضى الكشميري الذي هو عمود من أعمدة المرجعية السيستانية المعاصرة كن صهرا وإن كنت عهرا حتى لو كنت عاهرا والعهر أشد في الوصف من العاهر لأن العهر مصدر والوصف بالمصدر أقوى وأقوى وأقوى من الوصف بصيغة الفاعل عاهر فاعل وعهر وعهر مصدر مثل ما نقول شاهد عدل فعدل في الوصف أقوى من عادل مثل ما نقرأ في زيارات أئمتنا في زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه مثلا أشهد أنك طهر طاهر طهر مصدر طاهر فاعل أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر الزيارة هنا ذكرت كل الصياغ لأن طهارة الحسين لا حدود لها وهذه الألفاظ ضيقة لذا فإن الزيارة ذكرت كل الصياغ ومع ذكر كل الصياغ فإن الصياغ هذه ضيقة لا تفي بمضمون طهارة أبي عبد الله سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ليس حديثنا عن الأطهار والطاهرين إذا كان الحديث عن الأطهار والطاهرين فلا بد أن نشير إلى منظومة طيب الولادة لكن الكلام ليس في هذه الجهة نحن نتحدث عن الشذوذ الجنسي في المذهب الطوسي هذا المذهب العباسي القذر النجس والشذوذ الجنسي هو من ملامح ومعالم منظومة خبث الولادة وقد مر الكلام والتفصيل والتمييز والمقارنة فيما بين هاتين المنظومتين في الحلقات الأولى في الأيام الأولى من أيام هذا الشهر الشريف أعود إلى ما كتبه حسن الكشمير كن صهرا وإن كنت عهرا والحديث عن مرتضى الكشمير الذي هو صهر السستاني كن صهرا وإن كنت عهرا فإنك ستتحول في نقلة خاطفة من فقير معدم إلى ثري بلا حدود نصيحة جميلة منك يا أبا زهير وخاطب حسن الكشمير فكنيته أبو زهير يا أبا زهير نصيحة جميلة لكل الشيعة كن صهرا وإن كنت عهرا فإنك ستتحول في نقلة خاطفة من فقير معدم إلى ثري بلا حدود وستتحول من نكرة إلى معرفة وستنقلب من أمي جاهل صرف إلى علامة أو حجة إسلام أو حجة المسلمين اعترضني صديقي يوما وقال ما هذا إنه يتحدث عن مرتضى الكشميري ما هذا إنه لا يجيد أن يكتب سطرا ولا يستطيع أن يقف خلف المايكروفون ليتكلم ولو لدقيقة واحدة ليتكلم بشكل متقن وإلا هو يتكلم يهذي مرتضى الكشميري يهذي وراء المايكروفون ليتكلم ولو لدقيقة واحدة هذا كلام صديقي حسن الكشميري مع حسن الكشميري بغض النظر أكان صديقا حقيقيا أم هو صديق افتراضي لأجل تنظيم المقال ما هذا إنه لا يجيد أن يكتب سطرا ولا يستطيع أن يقف خلف المايكروفون ليتكلم ولو لدقيقة واحدة ولا يحسن الأجوبة عند مقابلة تلفزيونية وهاهو يتلعثم فما هو حجمه قلت حسن الكشميري يقول لصديقه نعم ولكنه صهر إنه صهر السستاني قال سمعت أنه يلهو ويختلي نقا نقاط 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 فاملأوا الفراغات هل تعرفون أن تملأوا الفراغات لقد درسناكم علمناكم في الحلقات الماضية فاملأوا الفراغات قال سمعت أنه يلهو ويختل النقاط هذه النقاط ليست مفترضة من قبلي موجودة في الكتاب عودوا إلى صفحة مية وخمسة وثلاثين من الطبعة الثانية من كتاب حسن الكشميري من داخل المدار قال سمعت أنه يلهو ويختلي نقاط و و و ونسمع عنه أشياء قلت نعم نعم ولكن هو ما عليك فإنه صهر نعم صهر السستاني الكلام الخطير هنا والشهادة الخطيرة هنا فهذا السائل يسأل حسن الكشميري سمعت أنه أن مرتضى الكشميري يلهو ويختلي نقاط و و و ونسمع ونسمع عنه أشياء نقاط و و وأشياء ما هي هذه الأشياء مثلا هل يصف قدميه للعبادة هل يقضي نهاره صائما وليله قائما ما هي هذه الأشياء هل هو دائم الذكر لله مثلا هل هو داعية يدعو إلى إمام زمانه هل همه الأول والأخير هم العترة الطاهرة ماذا وماذا ما هي هذه الأشياء التي عبر عنها بنقاط وبالحرف وبالحرف و و و الصلح عليها هذا المصطلح أشياء ما هي هذه الأشياء إنها أشياء وأشياء وأشياء يا حبيبي يا نور عيني سمعت سمعت أنه يلهو ويختلي نقاط و و و ونسمع عنه أشياء فماذا قال أخوه حسن الكشميري قلت نعم ولكن هو ما عليك فإنه صهر قال ويزعم أنه بعثي أصحيح هذا قلت نعم وهناك وثيقة بقلمه وخط يده وهو يتعهد فيها بالتعاون مع حزب البعث ويبارك ثورة البعث فاضطرب الرجل طرب هذا الصديق السائل بغض النظري أكان حقيقيا أم افتراضيا لتجميل المقال فاضطرب الرجل وهو يصرخ قائلا وصحيح أنه كان يكتب التقارير لمراكز البعث ضد بعض الأفراد صحيح هذا وعينته السلطة البعثية مسؤولا في الحوزة عن الطلبة الهنود والباكستانيين فماذا قال حسن الكشميري قلت نعم نعم ولكن طول بالك طول بالك إنه صهر والصهر مدلل مدلل والصهر مدلل وصحيح أنه كان يكتب التقارير لمراكز البعث ضد بعض الأفراد الحق علينا الحق علينا سيد إياد الحق علينا أعرضوا لنا فيديو إياد جمال الدين لكن سيد المرجعية أيضا أخذت دورها وأعطت أعطت وقت أعطت وقت أسبوعين تقدم الجنات هذا اللي تقدر عليه من الجنات اللي باسم المرجعية صهر المرجعية واحد اسمه مرتضى كشميري باكستاني صهر رجل إيراني سيد السستاني إيراني وصهر كشميري باكستاني وقاعد بلندن يقول الآن عمي أبو مغتي يرتبرها يقدر يطير حكومة كلمتين ولكن صدق شذب أنت أمش نتجاسوس تكتب تقارير للأمن من أجل يجددون إقامتك باياه صدام الآن تفرعا تفرعا يقول إحنا نسقط الحكومة العراقية وإحنا عمي أبو مغتي يسقط الحكومة كلمتين صدق شذب ولكن أنت تركض لا نجي بجهو شرطي ما الأمن حتى يجدد لك تام يا طرطور طيب الآن تفرعا المرجعية يجب أن تطهر نفسها قبل أن تطالب بتطهير ذلك الزبالة طيب سيد الآن المرجعية في خطر والتشيع في خطر بسبب الفساد المتغطي بالعمامة بعمامة المرجعية كلهم رفعين شعار التشيع أنا أطلعت مشيعي أنا أطلعت بحثي أنا أطلعت من أيتام صدام أنا أطلعت ويا السعودية أنا أطلعت ناصبي مو هم الحرامية اللي شوهوا اسم التشيع وشوهوا اسم المرجعية هذا هو مرتضى الكشميري وهذه المعلومات التي يدلي بها إياد جمال الدين هذه المعلومات نحن نعرفها جميعا في الوسط الحوزوي مرتضى الكشميري كان مخبرا عند دوائر الأمن البعثي هذا هو صهر الإمام السستاني وعود قبضه من دبش أشيعة قال سمعت أنه يلهو ويختلي نقاط املأ الفراغات و و ونسمع عنه أشياء قلت نعم أخوه يقول حسن الكشميري قلت نعم نعم يلهو ويختلي نقاط و و و وعنده أشياء وأشياء قلت نعم ولكن هون هون ما عليك فإنه صهر قال قال الصديق ويزعم أنه بعثي أصحيح هذا قلت نعم وهناك وثيقة بقلمه وخط يده وهو يتعهد فيها بالتعاون مع حزب البعث ويبارك ثورة البعث فاضطرب الرجل وهو يصرخ قائلا وصحيح أنه كان يكتب التقارير لمراكز البعث ضد بعض الأفراد وعينته السلطة البعثية مسؤولا في الحوزة عن الطلبة الهنود والباكستانيين قلت نعم ولكن طول بالك ولكن طول بالك إنه صهر قال سمعت إنه يحمل وكالة خاصة ومفتوحة من السستاني كي يعبث بدين الشيعة وأموال الشيعة وشؤون الشيعة وكلما اشتكى أناس منه السستاني وسع دائرة صلاحياته قال سمعت أنه يحمل وكالة خاصة ومفتوحة قلت نعم ويجب الأموال ويمتلك شبكة فنادق هذا أخوه يتحدث عنه لست أنا ويجب الأموال ويمتلك شبكة فنادق من أين جاء بها وبنايات في مشهد وقم والنجف الأشرف ودبي ولندن وغيرها ويختزن الأكداس من مسكوكات الذهب فصرخ الرجل وقال عجيب عجيب ولا أحد يسائله قلت ولا أحد يسأله لأنه صهر ولذا فإن الحق مع حسن الكشميري حينما قال كن صهرا وإن كنت عهرا كمرتضاء الكشميري لا بد أن تعرفوا من أن حسن الكشميري وضع نقاطا للهوي وخلواتي مرتضاء الكشميري سمعت أنه يلهو ويختلي نقاط و و ونسمع عنه أشياء كل هذا أثبته لمرتضاء الكشميري وكما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية والعاقل يفهم والعاقل يفهم أشر للحر من قرب وبعد كما يقول الشاعر أشر للحر من قرب وبعد فإن الحر تكفيه الإشارة ماذا قال حسن الكشميري في آخر الكتاب سأقرأ عليكم كي تعرفوا خطورة مضمون كلامه في آخر الكتاب تحت عنوان مسكو الختام يقول إنني فرقت توا من تدوين هذا الكتاب وتحقيقا في مطلع ذي الحجة الحرام عام 1443 هجري 17 5 2022 ميلادي وأظن أنه الكتاب الأخير في حياتي وقد وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة إنني في هذه الأسطر أعتذر للتأريخ وللأجيال القادمة لماذا لماذا يعتذر حسن الكشميري يعتذر للتأريخ وللأجيال القادمة الرجل كتب العديد من الكتب وكشف عن الكثير من الأمور يقول إنني في هذه الأسطر أعتذر للتأريخ وللأجيال القادمة عما أغمطت أو طمرت من أحداث ووقائع ولو كنت دونتها لكانت مفيدة للإنسان القادم على الأقل لكن أمرين فرضا علي ذلك ويتبع هذا بعلامات للاستفهام وعلامات للتعجب الأمر الأول خوفي من الله وهو شاهد على ما أكتب حيث ربما يكون في ذلك هتك أو توهين وما إلى ذلك الأمر الثاني هو خوفي ممن لا يخاف الله منهم وهم الأبناء والأصهار والأسباط كما قال الجواهري وخلفهم الأسباط تترى ومنهم لصوص ومنهم لاطة وزونات مر علينا في شهادة الجواهري في الحلقة المتقدمة هم هم مع النقاط و والأشياء التي تحدث عنها حسن الكشميري الأمر الثاني هو خوفي ممن لا يخاف الله وهم الأبناء والأصهار والأسباط والأحفاد والحواشي والمتزلفون واللاحسون قصاعهم ومن بهم لاحقون ويبرر خوفي منهم ما هو هذا التبرير ويبرر خوفي منهم أنهم أوسخوا وأقذروا صنف عانيته وعاينته حسن الكشميري هو جزء من هذه المؤسسة الدينية النجفية الطوسية خطيب معروف ومن عائلة من العوائل العلمية المعروفة في النجف وهو قريب من جهاز المرجعية وشؤونها ومؤسساتها وأدل دليل على ذلك أخوه مرتضى الكشميري صهر السستاني وأمير الشيعة في العالم الغربي في أوروبا وفي الأمريكتين وفي استراليا ويبرر خوفي منهم أنهم أوسخوا وأقذروا صنف عانيته وعاينته وخصوصا 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 السستانيون السستانيون أقذروا من الجميع ويبرر خوفي منهم أنهم أوسخوا وأقذروا صنف عانيته وعاينته وأكتبوا وأؤكد أنني لا أعني الكل ولكن ما عليه الأغلب وأسأل الله أن يرعاني بعينه ويدفع عني شرهم وبلاءهم أيها التأريخ عذرا إليك مرة أخرى إلى أن يقول في صفحة 274 حيث يعج صدري بذكريات ووقائع ووقائع يفوق أعدادها الآلاف ويشيب منها الصغير ويهرم بها الكبير لقد أغمطتها وطمرتها وسأرحل إلى ربي وهي معي في صدري فاقبل أيها التأريخ عذري للسببين الذين ذكرتهما آنفا وهكذا أعتذر للأجيال القادمة بأني لست خائنا لهم بذلك ولكن الأسباب واضحة وذكرتها إلى آخر ما جاء في خاتمة كتابه الذي عنوانه من داخل المدار نذهب إلى فاصل اللهم أني أسل و كبسمك يا مانع و يا دافع يا رافع و يا صانع يا نافع و يا سامع يا جامع و يا شافع يا واسع و يا موسع يا صانع كل مسنوب يا خالق كل مخلوب يا رازق كل مرزوب يا مالك كل ممنوك يا كاشف كل مكروم يا فارج كل مهموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مخدوم يا ساطر كل معيوم يا ملجأ كل مطرود سبحانك يا راحم يا راحم يا راحم يا راحم يا راحم خلسنا من النار كان السيد حسن الكشميري في الكويت ومن الكويت أرسل لي هذه الرسالة بتاريخ واحد ستة الفين و ستة عشر و كانت الرسالة مرفقة بوثيقة بخط مرتضاء الكشميري تثبت بعثيته رجاء اعرضوا لنا الصفحة الأولى من رسالة حسن الكشميري التي بعثها إلي بتاريخ واحد ستة الفين و ستة عشر هذه الصفحة الأولى فإنها تتألف من صفحتين و قد وجهها إلى المؤمنين الكرام سلام وتحية وبعد هذه الصفحة الأولى رجاء اعرضوا لنا الصفحة الثانية وتلاحظون في آخر الكتابة حسن الكشميري وقع مرتين لتأكيد صحة صدور هذه الرسالة عنه فقد ختم الرسالة بتوقيعين كما تشاهدون وأرفق هذه الرسالة بوثيقة ترتبط بمرتضى الكشميري سأعرضها بين أيديكم لكنني سأقرأ الصفحة الأولى من رسالة حسن الكشميري في أواخر عام 1974 ميلادي قدمت طلبا هذا كلام حسن الكشميري عن نفسه في أواخر عام 1974 ميلادي قدمت طلبا للحصول على شهادة الجنسية العراقية أمه عراقية أم حسن الكشميري ووالده فاكستاني في أواخر عام 1974 قدمت طلبا للحصول على شهادة الجنسية العراقية إلى وزير الداخلية العراق آنذاك عبر مدير جنسية النجف الأشرف وتضمن الطلب أخواتي معي ومشفوع بكل الوثائق القانونية والحقوقية كذلك قدم أخي المحترم السيد مرتضى مرتضى الكشميري الذي تحدث عنه في كتابه من داخل المدار وقرأت وقرأت ما قرأت بخصوصه كذلك قدم أخي المحترم السيد مرتضى وبضمنه أخوه من والدته طلبا مماثلا بنفس الطريقة وأرسل آنذاك مدير الجنسية العقيد يعقوب الداغستاني الطلب إلى بغداد إلى الجهات المسؤولة إلى وزارة الداخلية وكان هذا المدير يؤملني أكثر من أخي لأن والدتي عراقية من الدغارة من منطقة الدغارة عشائر الأقرأ بينما السيد مرتضى وأخوه والدتهما باكستانية لكن الذي حدث عكس ذلك فجاءت الموافقة بعد سبعة أشهر للسيد مرتضى وشقيقه وبنفس الوقت رفض طلبي الملفت أنه بعد منح أخي شهادة الجنسية عينه قائم مقام النجف الأشرف آنذاك السيد عبد الرزاق الحبوب مسؤولاً عن الحوزة الباكستانية والهنود في النجف الأشرف يعني بعد أن منحوه الجنسية البعثيون منحوا مرتضى الكشميري وشقيقه الجنسية العراقية قائم مقام النجف عبد الرزاق الحبوب عين مرتضى الكشميري مسؤولاً عن الحوزة الباكستانية والهنود في النجف الأشرف من قبل الحكومة البعثية وتم تنصيبه وفق مراسم عرضها التلفزيون العراقي عدة مرات والعراقيون يعرفون من أن التلفزيون العراقي في ذلك الوقت لا يمكن أن يعرض شيئاً مثل هذا إلا إذا كان صاحب الشأن بحثياً مخلصاً إلى النخاء إن اللغز الذي كنت أشكو منه لماذا رفض طلب وقبل طلب والموازين القانونية واحدة بل إن والدتي عراقية أصلاً وكنت حينما أسأل المدير يتحدث عن مدير الجنسية في النجف وكنت حينما أسأل المدير العقيدة الداغستاني يتمنع عن الإجابة بابتسامة مريبة وعبر الزمان ومرت السنين وسقط النظام وكنت يوماً عند صديقي الأستاذ عدنان الأسدي وزير الداخلية هو لم يكن وزيراً للداخلية وإنما كان وكيلاً أقدم لوزير الداخلية رجاء أن اعرض لنا صورة عدنان الأسدي هذا هو عدنان الأسدي الذي يتحدث عن حسن الكشميري وعبر الزمان ومرت السنين وسقط النظام وكنت يوماً عند صديقي الأستاذ عدنان الأسدي وجرى في غرفته مع بعض كبار موظفيه الحديث حول هذه القصة فقال لأحد الضباط في الوزارة أعطني الإسم فأعطيته مرتضى علي مرتضى ومهدي علي مرتضى هذا هو مرتضى الكشميري وأخوه مهدي فقال لأحد الضباط في الوزارة أعطني الأسم فأعطيته مرتضى علي مرتضى ومهدي علي مرتضى فمضى وجاءني ضاحكاً وبيده هذه الوثيقة التي سأعرضها عليكم والتي أرسلها إلي مرفقة مع هذه الرسالة فمضى وجاءني ضاحكاً الضابط وبيده هذه الوثيقة وقد سحبها من الملث وهي بخط السيد مرتضى أؤكد بخطه وتوقيعه وأخيه فعلمت عندها السبب في قبول طلب ورفض طلب وأن مدير الجنسية المذكور كان يتحاشى أن يذكر سراً كهذا كما أخبرني هذا الضابط في مكتب وزير الداخلية في مكتب عدنان الأسدي الذي كان وكيلاً أقدم في وزارة الداخلية في مكتب وزير الداخلية بأن طلب أخيك كان مرفقاً بتوصية كتبية خطية من السيد عبدالحسين الرفاعي مسؤول منظمة حزب البعث في النجف الأشرف رجاء اعرضوا لنا الوثيقة المذكورة هذه هي الوثيقة التي يتحدث عنها حسن الكشميري في رسالته التي قرأت ما قرأت منها هذا الموضوع تحدثت عنه بالتفصيل في برامج سابقة سأقرأ عليكم جانباً مما جاء في رسالة مرتضى الكشميري رجاء اعيد اظهار صورة الوثيقة كي يتسنع للمشاهدين ان يدقق النظر فيها واذا ما نظرتم الى آخر الورقة فهناك توقيع لمرتضى الكشميري وتوقيع لأخيه مهدي الكشميري الرضو الكشميري بتاريخ خمسة دعش الف وتسعمية واربعة وسبعين سأقرأ بعض الكلام في أول الوثيقة وفي آخرها في أول الوثيقة الى السيد وزير الداخلية المحترم بغداد لقد دأبت ثورة السابع عشر من تموس منذ انطلاقتها الاولى وحتى ذكراها السابعة متى انطلقت الثورة الف وتسعمية وثمانية وستين وهو يتحدث في سنة الف وتسعمية واربعة وسبعين منذ انطلاقتها الاولى وحتى ذكراها السابعة على توظيف الطاقات وتقديم الانجازات لهذا الشعب على اختلاف طبقاته بقيادة حزبها القائد حزب البحث العربي الاشتراكي تصفيق صفقوا لقد لقد دأبت ثورة السابعة عشر من تموز منذ انطلاقتها الاولى وحتى ذكراها السابعة على توظيف الطاقات وتقديم الانجازات لهذا الشعب على اختلاف طبقاته بقيادة حزبها القائد حزب البحث العربي الاشتراكي ولما عودنا المسؤولون فيها على تقبل هموم الناس وحل مشاكلهم شجعنا ذلك على تقديم طلبنا هذا اليكم لا سيما ونحن نعيش في غمرة افراح ثورتي تموس المجيدتين املينا ان نكون موضع ثقتكم في طلبنا هذا يا سيادة الوزير تستمر الرسالة الى ان يقول مرتضى الكشمير اننا نعرض مشكلتنا هذه على سيادة الوزير راجين منه النظر اليها بعين العطف والابوة وحل هذه المسألة المستعصية وذلك بالموافقة على منحنا وعائلتنا الاقامة الدائمة في العراق هذا هو الذي كان يتحدث عن اياد جمال الدين رجاء اعيد بث فيديو اياد جمال الدين لكن سيد المرجعية ايضا اخذت دورها واعطت اعطت وقت اعطت وقت اسبوعين تقدم الجنات هذا اللي تقدر عليه من الجنات اللي باسم المرجعية صهر المرجعية واحد اسمه مرتضى كشميري باكستاني صهر رجل ايراني سيد السستاني ايراني وصهر كشميري باكستاني وقاعد بلندن يقول انا عمي ابو مغتي يرتبرها يقدر يطير الحكومة كلمتين ولك صدق شذب انت امش تجاسوس تكتب تقارير للامن من اجل يجددون اقامتك بايار صدام الان اتفرعا اتفرعا يقول احنا نسقط الحكومة العراقية واحنا عمي ابو مغتي يسقط الحكومة كلمتين صدق شذب ولكن انت تركض شرطي مالامن حتى يجدد لك اقام يا طرطور طيب الآن تفرعا اتفرعا المرجعية يجب ان تطهر نفسها قبل ان تطالب بتطهير ذول الزبال طيب سيد الآن المرجعية في خطر والتشيع في خطر بسبب الفساد المتغطي بالعمامة بعمامة المرجعية كلهم رفعين شعار التشيع انا اطلعت مشيعي انا اطلعت بحثي انا اطلعت ملايتام صدام انا اطلعت ويا السعودية انا اطلعت ناصبي مو هم هم الحرامية اللي شوه اسم التشيع وشوه اسم المرجعية اكمل بقية الكلمات اطلعت وذلك بالموافقة على منحنا وعائلتنا الاقامة الدائمة في العراق ونؤكد لكم باننا سوف نبقى جنودا امناء للثورة ولسان حال لحكومتها الوطنية وحزبها القائد يا يعيش يا يعيش ونؤكد لكم باننا سوف نبقى جنودا امناء للثورة ولسان حال لحكومتها الوطنية وحزبها القائد وفي الوقت الذي نتقدم فيه بهذا الطلب لن يخامرنا شك في انكم ستشملونه بلطفكم وعطفكم وتحقق امل عائلة مخلصة لهذا الوطن الى اخر ما جاء في رسالته هذا هو السبب حسن الكشميري مع ان امه عراقية وقدم نفس المستمسكات القانونية لم يمنح الجنسية العراقية لان الرجل لم يكن بعثيا اما مرتضى الكشميري صهر المرجع الاعلى امه باكستانية منح الجنسية وعين مسؤولا على طلاب الحوزة من الهنود والباكستانيين وبرنامج تتويجه بهذه المسؤولية عرض على شاشة التلفزيون العراقي مع ان الكثير من الاحداث والوقاع المهمة كانت تقع في العراق في اجواء الحكومة لا يعرضونها على شاشة التلفزيون لكن القضية هذه بالنسبة اليهم مهمة عرفتم الآن السر في ان السيستاني اصدر فتواه بعد 2003 ميلادي بعد سقوط نظام صدام من انه لا يجوز ان تنشر الوثاة الوثائق التي وقعت بأيدي المؤمنين من الدوائر البعثية من دوائر الامن او من منظمات حزب البعث واوجب عليهم على الذين يمتلكون هذه الوثائق ان يسلموها الى الجهات المسؤولة محافظة على اسرار البعثيين ومحافظة على العلاقة البعثية فيما بين مرتضى الكشمير وامثاله بل فيما بين المرجعية السيستانية والحكومة البعثية عرفتم السر في اصدار تلك الفتاوى القضية واضحة واضحة جدا هل نستغرب بعد ذلك ما كان يفعله مرتضى الكشمير في مؤسسة الكوثر في هولندا هل نستغرب من انه لسنوات يأمر وكيله ممثله بتأجيرها للحفلات الماجنة الراقصة حتى في أيام شهادة الأئمة وهناك فيديو سجله أحد الفتيان في أيام شهادة الزهراء أجروا المؤسسة لحفلة تركية راقصة ماجنة ورفعوا السوات الذي كانت المؤسسة تتشح به لأن مجلسا أيام شهادة الزهراء كان يقام في المؤسسة فألغوا المجلس ورفعوا السواد وأقاموا الحفلة الراقصة الماجنة لكن الزهراء فضحتهم نسوا يافطة في المؤسسة قد كتب عليها يا زهراء سأعرض لكم صورا الصورة الأخيرة أخذت من الفيديو لم يكن التصوير جيدا لكنها واضحة وقد أشرنا على تلك اليافطة وعلى ما كتب عليها يا زهراء بسهم في الصور التي سنعرضها عليكم رجاء اعرضوا لنا هذه الصور هذه الصورة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة هذه اليافطة التي كتب عليها يا زهراء وقد أشرنا عليها بالسهم الأسود سنعرض الفيديو المتحرك بين أيديكم الزهراء أنستهم أن يتركوا هذه اليافطة كي نعرف التأريخ الذي أقيمت فيه هذه الحفلة الماجنة مرتضى الكشميري أقنعهم في المؤسسة من أنهم يؤجر المؤسسة لهذه الحفلات الراقصة كي ينتفع من أموال التأجير في إحياء أمر أهل البيت أي أمر لأهل البيت يحيى بهذا المال الحرام لكن ماذا تتوقعون من شخص كمرتضى الكشميري ما أنا الذي أقول أخوه وهو الذي يقول عنه من أنه يلهو ويختلي نقاط و و و نسمع عنه أشياء أشياء وأشياء وهذا شيء من الأشياء هذا شيء يسير من الأشياء استمروا على هذا الحال لعدة سنين حينما سمعت بهم فضحتهم بعد أن فضحتهم توقفوا أما ما هو حالهم الآن في الخفاء وماذا يفعلون هذا أمر يعلم به صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه رجاء اعرضوا لنا مقطعا من الفيديو شكرا للمشاهدة بشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ياسين المفرج هو الذي وكله مرتضى الكشميري بهذه النشاطات هناك مكالمة فيما بين شخص تونسي وبين ياسين المفرج رجاء اعرض لنا هذه المكالمة التلفونية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تماني و عشرين محجود نعم نعم محجود وثانو عشرين محجود كذلك محجود وانت عشرين محاف Concept كذلك محجود هو ديوم معست awakmarkt حق兒 غيفة انت عم بي يوم شغل مشهود مشت видео نفسه يعني ٢٨٠ لا محجود ١٢١٢ محجود نعم الآن عاوز لو سمحت تأكدني التحجز لتحجز لتنين وعشين واحد وانا ان شاء الله هنجيك بكرة نعم نشوف القاعة نعم وننساهم على عصوم عثمان نحضل ايجار وتورينين دي كل حاجة يعني من طالك اكد على تنين وعشين واحد حط ولي محجوز اسمي زكريا عثمان ماني عشرين واحدين يا الله ان شاء الله تجلت اسمي زكريا عثمان نعم 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 عايزين نعم العرس وذكورنا سالة كويسة ومجموعين ما نطبك نعاوز ناس مع الرجالة والنسالة مع بنا يعني انت شوف القاعة وبعدين نتفاهم عن التفاصيل لكن يعني هي متأكل منها انتي لان انا نعاوز المهمة عندي انا ناسم ان الرجالة والنساء والحارين يكونوا معظة بعضاهم لان انا نفرق بناتهم ما نحن التونس عانا عادي انت شنو تعمل مع عندك فرقة موسيقية لو شنو انت عاني فرقة موسيقية لو عادك ما موزي لا لا ما عندي ما عندي انت شنو راح تعمل نعم موسيقى تونسية فقر تونسي ورقف هنا ومغني يعني احنا لايفي موزيك يعني لايفي موزيك ما مسموح عادنا موزيك معانا عايز بيش موزيك يعني بس دي جي يعني لايفي موزيك ما مسموح او نعم دي جي دي جي الاو عني اوكي اوكي ولجب ان احضر رقاصة يعني رقاصة تونسي يعني في الكلوري في الكلوري يعني ما اعتقد ممكن اخي العجيز محترمة رقاصة يعني محترمة اه يعني دي باس تقليدي تونسي ونعم يعني مش عارة وراحزا كويس محترمة طيب والديكور والعشة وهي الامور كيف رح عنك ادي ديكور انا ممكن اعمل لك ديكور يعني رح اشوفك الديكور بس العشة كيف رح تعمله لو عنك عشة لا لو عنك ادي عشة تقدر تتوضبولي ما احكم لا لا يعني لما تيجيني اتفاع معك اتفاع اوكي اوكي ونقل شي معي مشروف 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 شنو تقصد يعني كحول لو في ناس كحول وفي ناس مش كدير يعني كحول لو مو لا لا كحول ممنوع عدني يعني ما مسموح نهايين اوكي نهايين اوكي نجي مشروب اه كولة او جود اي نعم 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 اوكي هما تيجي بكرا ان شاء الله ان شاء الله اي ساعة تيجي انجيك ساعة واحدة ان شاء الله ان شاء الله انا انا ياسين يعني ياسين المفرج برك الله رضيك شكرا ان شاء الله ان شاء الله انا ياسين المفرج هذا هو الذي يقرأ الادعية والزيارات في مؤسسة الكوثر رجاء ان اعرضوا لنا جانبا من قراءته لبعض الزيارات الله الرحمن الرحيم زور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجواي في آخرتي ودنياي أبا عبد الله الحسين صالة عن نفسي ونيابة عن والدي ووالدي والدي وعن المؤمنين والمؤمنات خصوصا من اوصاني بالدعاء والسيارة السيستاني كان على علم ولعدة مرات أبلغوه بالذي يجري في هذه المؤسسة لكنه لم يحرك ساكنة وكذلك محمد رضا السيستاني لا فضفوك يا أبا زهير حينما قلت كن صهرا وإن كنت عهرا إنه يلهو ويختلي نقاط 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 و ونسمع عنه أشياء فماذا قال حسن الكشميري نعم ولكن هون ما عليك فإنه صهر ولذا كن صهرا وإن كنت عهرا أعتقد أن الشهادة واضحة الذي يفعل هذا يفعل ما يفعل الحكاية بينة بهذا انتهت شهادة الشاهد الرابع شاهدنا الأول محمد مهدي الجواهري الثاني عبدالحسين أبو الشبع الثالث عباس الخوئي الرابع حسن الكشميري نذهب إلى فاصل اللهم أني أسألك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا قبيل يا مديل يا منيل يا مقيل يا محيل يا سبحانك يا لا يا دليل المتعيرين يا قياس المستقيفين يا سريخ المستصرخين يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عون المؤمنين يا راحم المساكين يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا مجيب دعوة المضطرين سبحانك يا راحم المذنبين خلصنا ملاً الشاهد الخامس إسماعيل أمصبح الوائل من الشباب والكوادر الذين تربطهم بالمرجع محمد الصدر رابطة وثيقة لن أتحدث عن هذا الموضوع أتركوا الصورة هي التي تخبركم عن قربه من محمد الصدر وعن مرافقته الدائمة لمحمد الصدر رجاءً أعرض لنا الصورة الأولى الثانية الذي يرتدي الدشداشة البيضاء الدشداشة باللون الفاتح هو هذا إسماعيل أمصبح الوائلي رقم ثلاثة مباشرةً وراء محمد الصدر رقم أربعة رقم خمسة ستة سبعة اثمانية تسعة عشرة اهدعش اطنعش اثلاثة اربعة اخمستعش ستة اسبعة اثمانتعش اتسعتعش عشرين واحد وعشرين اعتقد ان الصورة تحكي اكثر من الكلام قريب ملاصق لمحمد الصدر وكان جزعاً من كوادري مرجعيته فهو مطلع على كثير من الأمور والصدريون يتحدثون لأنهم على خلاف مع المرجعيات الأخرى وخلاف محمد الصدر مع السستاني أمر يعرفه الجميع هذا الشاهد الخامس ماذا يقول في شهادته عبر هذا الفيديو يعني أنت تعرف المسألة هناك بالحوزة إذا يعني إذا أريد نفتح هذا الملف هذا الملف يعني مقز أنت تعرف المدارس هناك أكثرها يعني أغلب المدارس يبعدون عن أهلهم شهر وعشرين يوم وأسبوعين وشباب وتعرفهم وبس أكل المؤمنون حلويين هاي طرعون حبيناتهم المؤمنون حلويين تعرف السكريات المنتظر وهو غريب هناك تقبل لها العلي العظيم أقولها وفي قلبي قيح من هالمسألة كثير كثير مو أقل لك تقبل لها عشرات في وقت وسيد مقتدر صدر شاهد وشيخ أوس الخطاقي شاهد وسيد مصطفى ليعقوب شاهد وإذا تريد يجيب لك أسماء قلهم صائع له كذب شاهدين على الشهر نطلع من الحمامات ما المدارس المعممين معمم فوق معمم لا هاي كارثة لحظة هاي وحدة شنو هاي وحدة هاي وحدة هاي وحدة أما يجون فيهم وشغلتهم وين على وحدة مثلا الوحدة المطلقة يعني ادهم في الأمور عجيبة غريبة بحيث أوقات بالمغرب نشوفهم يعني معممين معممين وده تشهد وذكرت أسماء وناس شاهدوا ياك على هذا الكلام حقيق سيد مقدد شاهد على هذا الكلام تشهد أقلناك مهي سيد مقدد يشاهد على ناس هاي عندك قيادات بالعشد وقيادات شاهد لبنادق وإحنا 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 ويلعبون فوق وفوق ومشنا ده خليها سكت يا سيد قاحطان سدلنا هذا الموضوع لأن هذا موضوع إذا أردت أفتحة مو محلل نطلع من الحمامات مع المدارس المعممين معمم فوق معمم شي سوين ذولا معمم فوق معمم الظاهر يسوي لمساج وإلا شي سوي معمم فوق معمم شي سوي يعني الظاهر يسوي لمساج أحمل أخاك المؤمن على سبعين محمل والله حملناكم على كل المحامل بس أنتم مهتلية وسرسرية ما خلينا محمل من المحامل إلا وحملناكم عليه سوينا محامل حديد ومحامل خشب ومحامل بلاستيك ومحامل طابوك كل شي سوينا ومحامل مسلح ما خلينا نوع من أنواع المحامل ما سوينا بس يا محمل خليكم عليه توقعون من عنده هتلية هتلية وحق الزاهراء أنا لا أقسم على ما يقوله إسماعيل مصبح الوائلي وإنما أقسم على هذا المضمون لأنني مطلع على هذا الحال هذا الحال الذي يتحدث عنه إسماعيل مصبح الوائلي حقيقة بغض النظر عن شخص إسماعيل مصبح الوائلي أو أي متحدث آخر وإن كنت هنا أجعله الشاهد الخامس وأنا أحدثكم عن المستوى الرابع وهو المستوى الواقعي العملي من داخل المؤسسة الطوسية العباسية القذرة وأنا أقول لكم إن الرجل لم يتحدث عن شيء ما تحدث به من معلومات هو قليل جدا بالنسبة للذي يعرفه صحيح الآن هو في موقف مخالف للصدريين هذه أمور تجري بين كل الناس لكنني أتحدث عن هذه الحقيقة التي طلب أن يشهد عليها فلان وفلان وفلان ما سمعتم في حديثه انطلع من الحمامات ما المدارس المعممين معمم فوق معمم هذه القضية كانت في السابق لكنها الآن زادت وزادت 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 أضعاف مضاعفة اللواط في الحوزة بعد 2003 صار أضعاف أضعاف اللواط قبل 2003 نذهب إلى الشاهد السادس وهو أيضاً من الكوادر والأسماء المعروفة في أجواء مرجعية محمد الصدر أسعد الناصري شيخ أسعد الناصري رجاء اعرضوا لنا بعضاً من صوره التي تحدثنا عن علاقته وارتباطه بمحمد الصدر اعرضوا لنا الصورة الأولى هذا هو أسعد الناصري واعرضوا لنا الصورة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة اعرضوا الآن الفيديو الذي يدلي به في شهادته التي تعرض في هذه الحلقة استلم السيد الشهيد السيد محمد الصدر الحوزة أنا ذاك وفتح المجال لطلبة الحوزة والراغبين في الانخراط بالدراسة الحوزوية من مختلف المحافظات أن يأتوا من هنا هذاك الأمل السابق الذي كان عندي وشون توصلت تلك الفكرة التي وذيت بها شون صرت قريب من عنده دخلت الحوزة نهاية 93 دخلت أنا خطيب من هذه الناحية أول ما التحقت بالحوزة استقريت في مدرسة البغدادي اللي هي كائنة الآن وكانت وما زالت كائنة طبعا في ثورة العشرين مجسرات ثورة العشرين حاليا سابقا نسميها في الكث ثورة العشرين مدرسة البغدادي شوية بعيدة عن الولاية وفكرة سيد مصطفى الصدر الأخ والصديق والعزيز الشهيد سيد مصطفى الصدر الإبن الأكبر للسيد الشهيد هو أنه لما نبعد طلبة الحوزة الجدد عن الحوزة والمدارس الحوزة الحوزوية السابقة والتقليدية شوية نبعدهم عن جملة من الأشياء اللي فعلا هي من الناحية التربوية أفضل وأحسن لأن الحوزة كل شي بيها حقيقة هذه ملاحظة مهمة إحنا دخلنا إلى الحوزة بناء أنه مجتمع ملائكي بس صدمنا بكثير من الممارسات البعيدة عن الأخلاق الحوزوية بها كثير من الناس الطيبين المخلصين اللي يدورون علم ويدورون أخلاق وكذا وأكو ناس لا شيء آخر فهم حتى يبعدونا من هذول الناس اللي شيء آخر يخلونا مدرسة وحدنا شيخنا أنت متعرض إلى صدمات تفتعد عن جملة من الملوثات أنت متعرض إلى صدمات كثيرة الظاهر بالحوزة أو بتاريخك رجل دين ومعمل الكثير نعم هاي أولى الصدمات طبعا قلت لك هنا سؤال هنا ندخل إلى الحوزة بها كلهم ملائكة على هيحة احنا راح نجي لكل الصدمات فهاي المكان شوي بعيد زين سؤال هنا كان متولي عليها أحد الأخوة كان متولي عليها أحد الأخوة ويعني هو مدير المدرسة بتعبيرنا الحديث وبعض الطلب اللي موجودين كانوا فعرفني هذا المتولي والطلب الموجودين قلال أني أنا خطيب أهو الكلام الذي لم يصرح به بشكل واضح أو أن مجري البرنامج لم يعطيه المجال كي يتحدث بصراحة لقد كتب أسعد الناصري في تغريدة في تغريدة على حسابه على تويتر والذي هو مغلق الآن لكن التغريدة مصورة وموجودة رجاء اعرضوا لنا التغريدة التي كتبها أسعد الناصري سأقرأها عليكم اتركوا صورة التغريدة على الشاشة في الحوزة حصلت حالات لواط وزنا بالمحصنات وشرب خمر أكو ابن مجتهد كانت ميوله مثلية وأكو نسيب مرجع كذلك ولا تخلونا نحكي بالأسماء والقلم العريض خلي يتأدى بالذيول ولا يتطاولون على توج رأسهم الثوار هذا الكلام كتبه أيام مظاهرات تشرين والتعريخ موجود في التغريدة وأعتقد أن التغريدة كانت واضحة واضحة جدا عندي تعليق لكن وقت الحلقة صار طويلا سأختم بالشاهد السابع الشهود على اللواط أربعة في الشر وأنا هنا لا أريد أن أقيم محكمة هذه شهادات لمعرفة لمعرفة ما يجري في كواليس المؤسسة الدينية الطوسية النجفية القذرة الشاهد السابع محمد الصدر نفسه وهو يتحدث عن سدنة العتبات المقدسة وبشكل خاص عن سدنة الحضرة العلوية وما يمارسونه من فساد ولواط ومن شذوذ جنسي هذا قاله في خطبة صلاة الجمعة في مسجد الكوفة بتأريخ ستة ربيع الثاني ألف أربعمية وتسعة هجري قمري رجاء أعرضوا لنا الفيديو حتى أننا لو التفتنا إليهم وتعرفنا على حقائقهم لوجدناهم جميعا إلا من ندر ربما أقل من واحد منهم كوش آدمي إلا باب الجواب أنا لا أريد أن أستغيب الكل لكن غمومهم ليسوا كذلك أننا لو تعرفنا على حقائقهم لوجدناهم جميعا إلا من ندر فتق فجر شارفوا الخمر وزنات وأهلوات ويأكلون المال الخرام ويختعون الزوار لمختلف أنواع الخداء لمجرد الفصول على المزيد من المال هذا الذي تحدث به محمد الصدر نحن نعرفه كان موجودا في العتبات المقدسة قبل 2003 لكنه زاد بنحو فاحش وفاحش جدا بعد 2003 الذين يعملون في العتبات المقدسة خصوصا في العتبة العلوية الذين يتحدث عنهم محمد الصدر في خطبته هذه هؤلاء من العوائل النجفية المعروفة وتربطهم بالمرجعية وبأصحاب العمائم مصاهرات وقرابات فهم جزء قريب جدا من أجواء المرجعية وجزء ملاصق للمؤسسة الدينية محمد الصدر لو كان يتحدث عن مفاسد الحوزة لقال هذا الكلام وقال أكثر منه الفساد هو الفساد مثل ما قلت لكم النجف مدينة اللواط الأولى في العراق وهؤلاء كلهم يتحدثون عن النجف الجواهري محمد مهدي الجواهري عبدالحسين أبو شبع عباس الخوئي ابن المرجع الخوئي ابن الإمام الخوئي حسن الكشميري أخ مرتضى الكشميري صهر السستاني إسماعيل مصبح الوائلي أسعد الناصري من الشخصيات القريبة من محمد الصدر محمد الصدر بنفسه يتحدث وبعد ذلك يقولون لكم من أنني مدفوع من جهات أجنبية هؤلاء مدفوعون أيضا من جهات أجنبية ما هو هذا الواقع واقع قذر ونت وقت الحلقة صار طويلا سأطوي كشحا عن بقية الكلام كي أعود إليكم في حلقة يوم غد لأحدثكم عن المستوى الخامس من مستويات الشذوذ الجنسي الذي ينتشر في هذا المذهب النجس القذر أنني أتحدث عن المذهب الطوسي مذهب مراجع حوزتي النجف وكربلا الطوسية نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الدخيين الخوثان الثولان الأغبية أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر